جربت الكوسة والبشاميل والجبنة اللي ما جربها يروح يجربها يعطيني رأيه بالتعليقات ومنحشى فيها الكوسة كسرت معي وحدة نحلة نقضت بوحدة بدي ضيف عليها صص البشاميل اللي عملنا وهيك صار عندي قطيب صليت كوسة بالبشاميل ما الله بده اربعة وخمسة وستة كمام بمقلاي على النار يضيف عليها شوية سمنة مع حبتين بصل نعمين بعد ما دبل البصل عندي بضيف عليها نص كيلو من اللحم الناعمة طبعا لازم تكون اللحمة شوي مدهنة ومنهرس اللحمة بهذا الشكل منشان ما تطلع معنا كتل وبحطولها نص ما على أصغيرة من الفلفل الأسود ونص ما على أصغيرة من الملح واللي بحب الحر يحطوه نص ما على أصغيرة ومنحركم بشكل مليح نستناها لحتى تنشف ميتها تماما وهيك لحمتنا جاهزة منجيب كيلو كوسة بهذا الحجم أو كيلو شوي منشيل الراس من هون منشيل الراس من هون منجيب محفارة الكوسة منعييرها أول شيء بهذا القياس منخلي هون تقريبا شيء واحد سنتي فاضي منخلي أصبعتنا بهذا الشكل منبلش نحفر بس ما نطقها هلا مندخلها حتى توصل لعند أصبعته ولا أسهل من هيك لازم نرقيقها قد ما فينا شايفين هيك عند الحبة ممتازة وهيك بعد ما حفرتهم كلهم ونكسرت معي وحدة لا تقول لي ليش لأنا أول مرة بحفار كوسة نحل نقضت بوحدة هؤلاء نعمل فيهم نتبل نتبل كوسة أطيب أكلي منجيب اللحم اللي قليناها ومنحشى فيها الكوسة طبعا هاي الأكلي بدي سنوبر اللي عنده سنوبر يحط عادة لو كبسناها ما في مشكلة هاي مو متل الرز الرز ما لازم تكبسوه هلا ممكن نقليهم قلي ممكن شويهم بالفرن منجيب بايركس ونصفهم بقلبه ونرش عليهم شوية زيت زيت زيتون أو زيت عادة هلا ندخلهم على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة هلا لو نعمل صص البشاميل بحتاج تقريبا 150 جرام من الزبدة بعد ما ضعبت عندي الزبدة نضيف عليه أربع معالي أكبار من الطحين ونحرك بشكل منيح أنا بدي الطحين شوية تحمص حتى ما يطلع عندي صص البشاميل طعم طحين هلا هيك بعد دايتين من التحريك ووطي عليه الغاز على الأخير أضيف عليه لتر من الحليب بالتدريج بسم الله ونضيف شوي ونحرك هلا بنقلي الغاز شايفين بعد ما سمك عندي هكذا الحليب برجع بضيف شوي شماية كابتل معنا بدي حرقهم بشكل كتير منيح بشان ما يطلع عندي تكتلات هلا بنضيف الباقي بدي ضلع محرك لحتى يغلي تماما بدي ضيف عليه شوية فلفل أسود واللي عنده فلفل أبيض بيكون أحسن بدي ضيف ملح ودعوه للي شوي جوست الطيب هلا بنرجع نحرك جوست الطيب أساسية بهذا الصص بدون جوست الطيب لا يعتبر بشاميل هايك صص البشاميل عنده جاهز شايفين سماكتو كيف هايك لازم يكون هايك بعد ما استوت عندي الكوسة بدي ضيف عليه صص البشاميل اللي عملنا بدي ضيف عليه شوي جبن مكس ونزغيلنا مع تشدر هلا بنرجع ندخله على الفرن منشارل من فوق فقط منحمر الوجه منطلعه وهيك صار عندي قطيب صينية كوسة بالبشاميل مع جبنة الموزاريلا وتشدر شوفوا المنظر مأحلى طالع بسم الله ما شاء الله شوفوا الجبنة كيف عم تشط وتمط شوفوا منظر الكوسة مأحلى طالع بسم الله عنجات بدون مجاملة تشهي القلب والله بدي أربعة وخمسة وستة كمان أكلي عالمية مع تحدي اشتركوا في القناة